بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا طلابنا الأعزاء اليوم راح نتكلم عن يونت 80 وبهذا اليونت لدينا بعض الأسماء اللي تجي مع بعض فمثلا عدنا عدنا هدك وهي الكلمات دائما يجي قبلها أ يعني حسب الكلمة أكيد يقول هنا ملاحظة تقدر تستخدم اسمين مع بعض وهم صحيح إن كلمتين بس معناها واحد بعدين شي يقول يكمل يقول مثلا باس جرايفا إنكم تاكس مثلا قيل لي مركز المدينة وإلى آخره منطينا بعض الأمثلة اللي يشوفونها أمامك طيب يقول الإسم الأول يعب دور الصفة فمثلا إذا أقول معناها يعني معناها يعني الإسم الأول يكون صفة فمثلا نقول The city of the center مركز المدينة The apple tree يعني شجرة التفاح The tree that has apple شجرة اللي بيها تفاح مثلا A Paris hotel الهوتيل اللي بالباريس مثلا The my life story The story of my life قصة حياة في تشيني فمنطين أمثلة وهذه الكلمات حفظ مهمة مثلا عدني A television camera A television program A television studio A television producer والآخر Language problems Merge problems Health problems Work problems هذا أني كل الكلمات يجن مع بعضهم حتى أن كل هاي الكلمات يعني مثلا من أريد أقول Language problems وممكن يجيب لي Problem language ويريد نرتبها أو يجيب ليها داخل جملة ولا زمانة أرتبها صح وممكن يجيب ليها اختيارات ممكن يجيب لي Language problem Problem language لازم اختاره أي وما صح فلازم نركز عليها كذلك عدنا بعض الأسماء بها رح نحط لها ING وهاي ال-ING موما المضارع المستمر لا هاي ال-ING اللي هي من أصل الكلمة صايرة مثلا flying pan أو washing machine swimming pool ما لها علاقة هاي مع بعض مع بعض صايرة يعني من ING هاي موما المستمر حتى لو بالماضي حتى لو بالمستقبل هي بها ING ثابتة وهي من ضمن الكلمة فذلك لازم نحفظها ممكن يجيب ليها بدون ING ولازم أنا أعرف شو نختارها يعني بها ING لما بيها sometimes there are more than two nouns together ملاحظة الأخرى أيضا معظة الأحيان يعني هي يعني أكثر من كلمة تيجي مع بعض a hotel reception desk فذلك كلهم كلمة مع بعض the word swimming championship كل هذن مع بعض مثلا table tennis table a table tennis table كل هذن كلمات مع بعض طيب يقول when two nouns are together like this sometimes write them as one words يقول بعض الكلمات هن كلمتين مدمجات مع بعض وبس شنو ماكو بنات مفاصلة مثلا هدك هن كلمتين أصلي بس مدمجات مع بعض مثلا tooth paste مثلا عندي a weekend وأكومرات مفصولة مثلا car park مثلا road sign بالامتحان ممكن يجيب لكلمة ما مفصولة ويريد نعرف يا هي المفصولة ويا هي الما مفصولة طيب كذلك عندي يقول note the difference between من أقول a cup of coffee a coffee cup يقول maybe empty يقول a cup of coffee a cup with coffee in it من أقول a cup of coffee بمعنى يعني يعني بيقوا بس من أقول coffee cup يعني ممكن يكون فارغ يعني عادي من أقول shopping bag maybe تكون فارغة بس من أقول bag of shopping هي تكون ممتلة ممكن يجيب لجملة مثلا يقول i have i have مثلا i have gone to the market رحت للسوق and now i am home والآن أنا بالمنزل can you bring can you مثلا bring me أو تشيلي مثلا ماي هل تستطيع أن تشيلي cup of coffee coffee cup أو مثلا shopping bag رح أقول the back of shopping ليش لأنه متسوق أكيد هي ممتلة ممكن واحدة تقول أنا رحلت للسوق بس نسيت المحفظة مالتي إذن حقيبة مالتها فارغة فرح أقول a shopping bag a shopping bag when you use noun plus noun the first noun like an adjective قلنا الاسم الأول دائما يكون باعتبار صفة ويعتبر مفرد يعني من عاملة معاملة المفرد فأقول a three hour a ten bound for example a car park is a place to park cars an apple tree is a tree as it has apples فماذلا يقول a three hour يقول هي رحلة لمدة ثلاث ساعات الاسم الأول صحيح هو مفرد ولكن هي بشكل عام جمع يعني من أقول a four weekend حسن ليش قلت a four ليش حطيتها مفرد مع العلم يعني ليش ال a متجوية المفرد ليش اختارت ال a لأن الاسم الأول باعتبارها صفة يعني أربعة وحدة مو أربعات عشرة وحدة مو عشرة teach باعتبارها مفردة وحدة لذلك أنا عامل أتكلم عن الأول فقال a three hour ليش قل a three hour لأنه لأن الاسم الأول واعتبارها صفة هنا يعني مو جمع زيني استاذ شون مو جمع ما هي قل ثلاثة صح قال ثلاثة بس هي ثلاثة وحدة لو ثلاثات ثلاثة وحدة يعني لأنها تعامل معاملة المفرد لأنها تعامل معاملة المفرد يقول it was it was a four weekend course not a four weeks course هنا ليش قل a four week course لأنها تعتبر صفة إحنا ذكرنا لأنها نحكة عن الكورس كورس هي هنا الاسم هذا يعتبر صفة فنحط ال a يقول the course lasted four weeks هنا الكورس استمر لمدة أربعة أسابيع ليش لأن ال weeks هنا nouns مصفة سبب الأول لأن ال week هنا هي صفة وهي مفرد أما ال week هنا فهي اسم وجمع أربعة قبلها أربعة قبلها weeks أنا هنا دحشة عن الكورس طيب وهي ال four weeks هاي كلها صفة شوان هسا قلت تذكرنا عليها من ثلاث لأنها صفة هذا كل ما موجود في هذا اليوني